ننتقل الآن إلى الحديث عن المعلقات ومعلقة طرفة بن العبد نريد التعريف به في البداية وأخبار طرفة بن العبد بكري من بكر وبكر مقابل لتغلب وكل من بكر وتغلب من ربيعة وربيعة من نزار ونزار من معد ومعد من عدنان إذن نحن أمام رجل في النسب شامخ من قبيلة معدية عدنانية ومن قبيلة بكر التي منها الحارث بن عباد الذي كان له يوم شهير وهو يوم تحلاق اللمم وقد دخل لده طرفة في شعره التي انتقم فيها من بني تغلب عندما جعلوا دم ابنه كشراك النعل في مقولة مهله الشهيرة إذن طرفة من قبيلة ذات سودة يقولون إنه ولد في بادية البحرين وأعمامه ظلموه وظلموا أمه فلم يعطوها حقها من المراث ولم يقبل هذا وكان صغيرا فأكسبه ذلك جرأة على قومه والجرأة ظاهرة في شعره بقوة لا يبالي بأحد وكان رغم صغير سنه فيه تيه وإعجاب بنفسه وقد جعل ذلك الظلم الذي أصابه تكثر الحكمة في شعره بالرغم من أنه مات صغيرا فقد قالوا إنه مات وهو ابن العشرين وأصح الروايات أنه مات وسنه ستة وعشرون عاما كما جاء في رثاء أخته له وهذا الرجل هو في عرف الدباء والنقاد أول من طرد الخيال طرد الخيال يعني لا يرتاب الناس إن الإنسان إذا أحب أحدا يأتيه خياله فهو من أنفته يقول فقل لخيال الحنظرية ينقلب فإني واصل إليها فإني واصل حبل من وصل هي لأنها كانت يعني لا تصنع فلما جاءه خيالها طرده يقول لا حاجة لي بك لأنها فيها أنفة علي وهذا يبين لك مقاله النقاد في أن فيه تيهن عجيبا وأن الإنسان يبلغ بالحد إلى أن يطرد الخيال ولذلك قاله أول من طرد الخيال ثم تبعه جرير في بيته الشهير طرقت كصائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلامي لكن رد جرير غير ردي طرفه فطرفته هذا من وجه والوجه الآخر أنه مات قتي مقتولا شكك عمر فروخ الأديب الناقض العربي الكبير في أنه قتل على يد عمر بن هند لكن المشهور من الروايات عند العرب أن عمر بن هند ملك الحيرة مل منه وسئمه ورأى فيه أنفة وتيها فأوعز إلى عامله في البحرين أن يقتله هو وخاله خال طرفاء المتلمس فالمتلمس قرئت الكتاب والخطاب قرأه له أحد الناس ففر ونجى بجلده وأما هو غلب عليه التيه وقال إن الملك لا يجرؤ عليه لكن عامل الملك الحيرة عامل عمر بن هند على البحرين قتل طرفة الدلعب وثمت بيت شهير للفرزدق يرد به على مقولة أستاذنا الكبير الدكتور أمار فروخ في أنه لم يمت بهذه الطريقة وهو قول الفرزدق لما ذكر النوابغ في قصيدة له اسمها الفيصل يعارض بها جريرا قال أي الفرزدق وهب القصائد للنوابغ إذ مضوا وأبو يزيد وذو القروح وجرول وأخو بني قيس وهن قتنه ومهلهل الشعراء ذاك الأول فقوله في قصيدته وأخو بني قيس وهن قتنه يقصد وهن قتنه يعني قصائده كانت سببا في قتله في مقتله فهذا يؤكد ما قاله جماهير أهل الأدب في أنه قتل على يد عمر عمر من هند هذا جملة حياته قضاها في الخمر والبحث عن اللذات ولذلك كما سيأتي بالقصيدة وأنفق أمواله كلها كلها في قضية شعوره بالملذات وكان يقول أن ثلاثة أشياء هي التي تجعل الإنسان يعيش وإلا لا يحفل متى ما جاءه الموت ومتى ما قام عليه عواده وهي قضية شرب الخمر والتلذذ بالنساء وإغاثة الملهوف طبعا لم يكن يعرف جنة ولا نارة لأنه من الجاهليين فإغاثة الملهوف والتلذذ بالنساء والتلذذ بشرب الخمر كان يرى طرفة أنها قوام الحياة